السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في قناتكم تربية بيتي الفيديو بتاع النهاردة علاج الفاش نهائيا وفي دقائق وعن ثقة وعن تجربة وهتشوفي قدام عينك دلوقتي انا الفاش ده عمري في حياتي يعني بقالنا سنين وعمر طويل وعمر ما جاء عندي بسبب التطهير والتنظيف والتعقيم باستمرار عمري في حياتي ما بقى اركنتيوري ولا سبها كتير من جير نظافة لو هترقى دي بطة ولا فرخة بحط برش تحتها شوية بودرة الحمام عندي ما شاء الله تنظيف على طول كل يوم وبرش بودرة بودرة راجون دية اللي هي بودرة النمل بيتجيب نتيجة معايا كويسة جدا وعملالي وقاية حلوة بس اوعى ترشيها وانت عندك زغالين صغيرين في العش زغالين صغيرين في العش هيكلها ويموت لا انا برش وما يكون الحمام قبل ما يرؤد او على ايته كده عم بان عش وعمل عش بروح رش تحته بس لما الحمام يكبر خالص ويتشال بشيل العش القديم ويرجع ايام العش جديد بحط تاني تحتين او في عش فاضي او في شوية مثلا طوب كده مركونين على جنب احط تحتيهم علشان ما يبقاش ايه في فاش ونفس النظام هنا عند الفراخ اي حتة تكون مركونة كده مش هعرفها كنوسها بقوم بس ما يكونش الفراخ تعرف تنقبر فيها بقوم رش عليها شوية بودرة فانا كده كده الحمد لله ما عنديش المشاكل والحاجات دي بقالع سنين لكن ربنا كرمنا كده بجارة الله يسمحها اصلا هي ما بتنظفش اصلا خالص خالص يعني بتيجي بس حتى يمكن المية بتحط مية فوق المية يعني مية الطيور بتحط مية فوق القديمة وخلاص هي كده بتسقيه ويوم ما بترمي المية بترمي على الحيطة عندنا ما علينا اه كانت مرقا ده بطة فالبطة دي عملت فاش لها طبعا نتيجة الاهمال بتاعها وفضل الفاش يزيد ويكتر لحد البطة ما قامت وتفشت منها على البيض فالهانم رحت واخدى القفص بقى اللي فيه فاش ده وارفانة منه فراح ترميها فوق على السطح بيني وبينها كده حيط قسيارة فالفاش سرح منجل ما ناخد باياه لي خالص انا مش واخدى باياه لي ولا ما هتمتش دخل المكان وفضل يكتر وعمال يزيد وانا مستغربة ايه القرف ده جاي منين فلما لقيت الدنيا كده والموضوع كبر علينا وفاش بقى بطريقة وحشة اوى يا جماعة ربنا يكفيكم شر يا رب الفاش ده اللي هو حشرة صغنانة كده بتيجري كتير هحط لكم سوريتها هتلاقوها على الفيديو منبرة بيجري كده وبيقرس وبيقرس الفراخ وبيخش فودان الفراخ ويموتهم وفرودان الحمام ويموتهم فاماما عملت ايه بقى الدخانة دي ينحب بتعفش كده وحطب وقامت ولعت فيهم علشان تعمل دخانة برضو الدخانة بتطفش الحشرات دي وجبنا ايه بقى جبنا لتر جاز من عند الراجل اللي هو بتاع من عند اي محطة بنزين اي حد بيبيع بنزين او جاز هتي لتر واحد من الجاز حتيه في بخاخة بخاخة زيدية بخاخة صغيرة بخاخة كبيرة ايا كان وبخينا الحيطان كلها والاماكن كلها تمام تمام بخينا الحيط كله بالجاز الخام بعد كده بعدها بساعة بساعة على طول حطينا جاز على مية زي ما انت شايفة وهنرش نرش بقى ايه نرش نرش الحيطان والارضية بالجاز اللي عليه مية ده الفراخ لو جاء عليها ما تخافيش مش هيعمل لهم اي حاجة بس طبعا ما تجيبيش عليهم باستهبال او كتير لان الكتير ممكن يعي معنيهم او كده لكن العادي لو ترش عليهم جاز ما فيش مشكلة انا بخيت عليهم بالبخاخة دي من بعيد كده حبة ولو رشتي بالمية عليهم شوية برضو عادي لان جسمهم مليان مع الاسف حسب الله ونعمل وكيل في كل اللي ما بيهتمش بالحاجة في رعبته المهم عادنا بقى نرش كده واحنا وقفين ما شاء الله وانتي وقفة في دقايق هتلاقي الفش ده تنتهى وتقضى عليه تماما لان جرابي كده عايزة تصدقي كلامي هاتي حبة جاز وهاتي فاشة وحطي عليها شوية جاز هبصت لقى تصملت في مكانها ونشفت هو الجاز ما شاء الله بيغ هو ده القاتل الفضيع المريع بتاع الفش وده اللي بيقضي عليه تماما انا عملتي كده وتاني يوم مثلا لقيت فيه بقاية تاني رشي كمان رش وبعد كده يعني مستحيل تلاقي الفش ده وخلي بالك بقى الجاز ده مطاهر ومعاكم لجميع الامراض وجميع المشاكل اللي ممكن للجدري حلو جدا لفيروسات للبكتيريا الجاز حلو قوي 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 يعني هو حاجة قديمة من زمان بس الناس بطلت تستخدمها لكن هو ما شاء الله حلو جدا جدا اسألي على الجاز العادي يعني مش تجيبي السولر اللي هو بفلوس غالية ده لا جاز العادي اللتر بسبعة جنيه دلوقتي الله زمان اللتر كان باتنين جنيه كان باتنين جنيه او فجأة كده بقى بسبعة جنيه مش مشكلة اللتر هيغرقك وهيبقى نقيم للدنيا هيعملك حاجات كتيرة قوي ومساحات كبيرة مهما كان عندك او عندك طيور او كده للتطيير والتعاقيم الناس اللي عندها مشكلة برضو مع الجدري الفاش ده حلو قوي 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 للجدري للحيطان والارضيات وترشي للطيور كده من بعيد بخة بسيطة الفاش ده برغم انه هو حشرة صغيرة كده الا انها ضارة 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 فوق ما تتخيلي ولو ستيها واهملتيها انت مش تعرفة تعيشي اساسا انت مش الطيور لانه بيدخل على الهدوم بيفضل يقرص فيه نحنا كبنة قدمين بطريقة سخيفة جدا فبيبقى بيخالي حيات الوحي الجحيم صراحة وانا ما بحبش الحشرات عمتا لا فاش ولا اي حشرات تانية الدخانة حلوة قوي لكل شهر كده حتى عمليها من غير فاش ومن غير حاجة عمليها بالطهر واتعقم وتنقي الجو الاماكن كلها الازقار الاخرام واحسن وقت ترش فيه بقى الرش ده يكون قرب العصر وقت العصرية ده الفاش بيكون هاجم وطالع اكتر فيفضل ان احنا نرش وقت العصرية مش الصبح كده اول النهار لا في وقت العصرية كده بعد قدان العصر نبدأ نرش ونتهر المكان بالدخانة والحاجات ده كل ده ان شاء الله هيمنع عنك الفاش ده خالص في ساقية في دقائق لان فيه ناس كتير يعني بتشتكي وناس كتير كلمتني وكان بتسألني يعني عن تعجيب ايه للفاش وكده فانا سمعت كتير عن ان فيه دلوقتي حقا او حاجات زي كده بتحط في المية امنة ومش عارف ايه بس بصراحة انا لا بسق في البطري ولا في الحاجة اللي بتيجي من عند البطري الا نادرا يعني تلاقي منتج او منتجين حاجة معروفة وجربتها يا دي الا انا بحبها بس انا بصراحة لما الموضوع ذات كده لا انا عايزة حاجة تقضي بقى مش عايزة حاجة حطها والله اعلم لسه لا ما بقاش عندي وقت ان انا اجرب لا انا عايزة حاجة مضمونة فاكتر حاجة مضمونة بفضل الله هتستخدميها وهتجيب معاك نتيجة في ثواني هي الجاز اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويفضل كده يا رب الفيديو دوت الناس تستفيد منه كل اللي كان زعلان مني عشان موضوع الفاش ده وبيسألني اعمل ايه بصراحة انا كان الفاش بالنسبالي كان حاجة سهلة وبيروح بالبودرة بودرة اللي هي الناملة دي والسرصير بودرة راجل كان بالنسبالي عمري ما جاه فاش عشان البودرة فكنت متخيلا البودرة هي اللي هتعمل ده كله وتمشي لكن فعلا في ناس الفاش بيبقى هاجم بطريقة مش طبيعية في الحالة دي ما فيش قدامك غير الجاز الجاز هو اللي هيقضي عليه اتمنى يكون الفيديو عجبكم ما كنش طولت عليكم شكرا والسلام عليكم ورحمة الله